طب انت يا حلوة يا جميلة السنة اللي فاتت عملتي حاجة حلوة قوي وقعدتي في نعمة الدفء ده بتاع الجمهور الفترة اللي فاتت كلها لكن النهار ده انت حاسة أنا وقعدة معاك انه دودب 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 قلبك عمالي دق اللي هو راحة تقري بروفت ترابيزة للعمل اللي ان شاء الله هيبقى في حضننا كلنا في رمضان ان شاء الله اللي هو يكلميني بقى عليه طبعا يعني من بعد اللي حصل السنة اللي فاتت ده حتى على اكتافي مسئولية على السنة الجاية اللي احنا ان شاء الله داخلين نبتزي تصوير فيها الاسبوع الجاية انا هشتغل السنة دي برضو مع المخرج استاذ محمد شاكر ونفس التيم بتاع البرودوكشن والكرو برضو بتاع السنة اللي فاتت نفس التقم وطبعا استستمر حبيب كاتب لنا كاتب لنا من لا تطفئ الشمس بتاع احسن عبدالكدس هي نفس القصة او نفس الباكبون بتاع القصة لكن دلوقتي ففي يعني هي مودرن كده اكتر وما ظنش انه تيكو برضو تامر تامر حبيب وانش بالنسبة لي هو تيكو يعني يعمل القصة بالزبط هو برضو واخد من قصة تانية برضو كتبها لأحسن عبدالكدوس وامدخلها في الموضوع فهي مش الرواية بس يعني هو فيها اكبر هي اساسا الرواية اللي اللي شاف الفيلم بس هو ما شافش يعني يمكن 30% من الرواية لان الرواية اكبر من الفيلم بكتير او هو تم اختيار بعض المواقف لعمل الفيلم من عمل كبير يعني فالحاجة اللذيزة اللي انا عرفتها انه اما بتخشي في رحاب كتبات احسن عبدالقدوس بتلاقي نفسك بقيت في زي ما تكوني في دورم كده او داخلية اللي فيها كل الشخص بزا فبتاعة لأنا مخرجة من هنا دخلة هنا على عدم يوضموها وابتساماتي ايو امينة في لقطة في الشمس تلاقيها راح تملمسها مع مش عارف ايه المود العام بتاع احسن عبدالقدوس هو ده اللي احنا متالي هنعيش ومعاكو بالذات كويس ان احنا نقول للمقدمة دي علشان من ناس مت يعني تفهم من حجم العمل رائع يعني وضخم ومشبع جدا للي بيحب احسن عبدالقدوس بحق مين معاكي بقى معايا تايسون حبيبي محمد حبيبي محمد ممضوع ومعينا جميلة عوض ومعينا احمد مالك ويعني لسه واحنا بنزبط بالزبط انا مش متأكد انا مش عايز اقول حاجة واي انت اطلقات في الاخر بس يعني في شلة لطيفة جدا من الناس ان شاء الله هو اللي عمل اصلي كمان مليان شخصيات اللي هو الكبير بقى مليان شخصيات اكتر من اللي في الفيلم كمان الفيلم كان مدروز يا سلام لا انا موت حمسة جدا ومبسوطة ويا رب انه ان احنا نعرف نقدم حاجة بنفس ان شاء الله قلبي بيقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة